يا أهلا وسهلا فيديو جديد من سلسلة كورس الفوتوشوب للمبتدئين على قناتي اليوتيوب واقل محمد جرافيك ديزاين ومكملين بشرح أدوات الفوتوشوب أدا أدا وصلنا اليوم لعند أداة الفريم تول واللي رح نشرح عنها في فيديو اليوم بسم الله أداة الفريم تول هي الأداة ساتسة بشريط أدوات الفوتوشوب واختصارها حرف الكيمني الكيبورد شو وظيفة أداة الفريم تول بالضبط أداة الفريم تول بتخليك تعمل مكان مخصص لإضافة صورة بطريقة سريعة ومرينة من خلال رسم فريم على شكل مستطيل أو شكل دائري وبإمكاننا نحدد شكل الفريم اللي بدا نرسمه من خلال شريط الخصائص الخاص بهي الأداة لو بتلاحظوا عنا شكلين مستطيل ودائرة بمجرد ما ترسم الفريم تقدر تسحب أي صورة من جهازك وتدخلها على الفوتوشوب وتلقائيا بتدخل هاي الصورة داخل الإطار تطبيق عملي خلونا نجرب مع بعض رح نرسم مستطيل بأداة الفريم تول أو مربع بعدها رح نسحب أي صورة من جهازنا ونرميها جوات هذا الفريم بهذا الشكل لاحظوا كيف الصورة بتاخد نفس حجم الفريم أوتوماتيكيا يعني دخلت بقلب الإطار اللي رسمناه ولو بدنا نعدل حجم الصورة داخل هذا الفريم فمنوقف على طبقة الصورة هون بهذا الشكل وبإمكاننا نضبط مكانها أو نكبرها أو نصغرها وكمان لو حبينا نوسع الفريم أو نصغره منوقف على الطبقة تبع الفريم وبنضغط كنترول زائد حرف T بهذا الشكل تمام؟ وبإمكاننا نكبر أو نصغر الإطار بهاي الطريقة وإذا حابين نعمل ستروك على هذا الفريم بس قبل شو يعني ستروك؟ ستروك يعني حد خارجي حولين الشكل أو الفريم أو العنصر يعني لو رسمنا مربع أو دائرة وأضفناه له ستروك رح يطلع خط حولين الشكل بلون وسماكة نحنا بنختارها تعالوا نطبق بشكل عملي رح نضغط مرتين بالماوس على هذا المربع الصغير شايفينه يلي تحت رح تفتح عنا النافذة منلاقي هون في شي اسمه ستروك رح نفعله ونختار له أي لون اللي على التعين مثلا تمام؟ ومن هاي الخانة اللي هون بنتحكم بسماكة هذا الستروك كل ما زودنا الرقم زاد عنا سماكة الستروك رح نخليه على عشرة مثلا ونعمل أوكي لو بتلاحظوا الإطار الخط اللي ظهر على حدود هذا الشكل هذا اسمه ستروك تعالوا نطبق فريم الدائرة على صورة ثانية عنا مثلا صورة فنجان القهوة رح ارسم دائرة هون بهذا الشكل تمام؟ لو نلاحظ أبعاد الدائرة جاية أكبر بإمكاننا نضبط أبعاد الدائرة بالشكل المناسب نسحب بهذا الشكل عن طريق نمسك المربعات اللي صغيرة هاي ونسحب لجوه بهذا الشكل بعدها رح جيب هاي الصورة ومن غير أي مجهود رح تدخل عندي جوه الدائرة ويطلع عندي هذا الشكل الجميل طيب هل في طرق تانية منقدر نعمل فيها هاي الحركة؟ طبعا في كذا طريقة وبغير أدوات بإمكاننا نعمل فيهم نفس الحركة بس الفرق إنه أداة اللي فريم تول هي وظيفتها هذا الأمر بس مخصصة لهذا الشي يعني مثلا لو رحنا على أدوات الأشكال ورح نشرحهم بالدروس الجاية فإذا مهتمين ضروري تكونوا مشتركين بالقناة ومفعالين زر الجرس مشان يوصل لكم إشعار أول بأول المهم رح نختار من أداة الأشكال أي شكل بدنا يا سواء مستطيل أو دائرة أو نجمة أو مسلس رح نختار مثلا مسلس ونختار له لون من خيار الفل اللي فوق بشريط الخصائص ومنلاقي جنبه في خيار الستروك هو نفسه اللي شرحناه بالفريم تول بإمكاننا نحدد لون للستروك ونحدد حجمه من هون وبعدين رح نرسم المسلس بهذا الشكل وبعدها هنجيب صورة ونحطها فوق طبقة المسلس ومن طبقة الصورة ومنضغط الكلك يمين بالماوس ومننزل لخيار الكريات كليبينك ماسك منلاقي أن الصورة طبقت جوا المسلس ولو منلاحظ ظهر هون سهم صغير نازل لتحت وبنفس الطريقة منطبقها على أي شكل من أدوات الأشكال اللي هون سواء نجمة أو شكل مستطيل أو دائرة أو غيره وإذا أنت وصلت لهون فتأكد أنك ماشي على الطريق الصح وقريبا رح تصير أشطر حدا بيشتغل على الفاتيشوب وإذا مالك عامل لسه اشتراك بالقناة فاشترك وفعل زر الجرس ونشد حيلنا شوي كانت معكم أدواء المحمد وهي قناتي على يوتيوب محمد جرافيك ديزاين استنوني الفيديو الجاية